الشوارع العامة في محافظة النجف الاشرف والتي تكون جزءا من زيارة السواحلها ممتلئة بالمطبات والحفر غير القانونية والتي تدعو للدهشة لكونها في المكان غير المناسب ومن هنا جاءت مبادرة ليث العبودي هذا الشاب النجفي الذي كرس حياته اليومية بعد رجوعه من وظيفته لخدمة محافظته وذلك من خلال تبليط الشوارع التي تمتلئ بالحفر بمادة العسفالت كف الأذى عن طريق الناس يعني مبدأ الشعور بالمسؤولية يعني بعد ناشدت جهات عليا مسؤولة يعني المدير البلدية النجف والكوف أعظام محافظة ناشدتهم ماك دون جدوى فقررت بنفسها نعالج هذه الحفر والطسات بالتعاون على أخوة الخيرين اللي يساعدون وقدموه للدعم علي هادي رفيق ليث والموظف في الشركة التي تمنحهم سيارة الإسفالت يساعده على سد ثغرات لتكون الشوارع أجمل فبعد كل مشروع تقوم به الشركة يزيد عن الحاجة جزء من هذه المادة ويرسل لهم ليبلط الشوارع الرئيسية حتى أن اعتقاد المواطن بأنه عمل لبلدية المحافظة إلا أنها مبادرة وطنية بدافع المسؤولية شفت هذه المبادرة من الأخليف وكموظف شركة الجامعة اللي هي ساعدتنا بهذا العمل اللي نسقنا وياهم وما عندها إشكال الشركة وقامت يعني أي مادة الإسفال تزود تودينا نصلح الطسات أنا والأخليف هاي المادة غالية تطلع السيارة بحدود 3 ملايين واليوم شفت موتة ودوننا تقريبا سيارة كاملة بعد أن يائس ليث من مناشدة الحكومة كسر الحاجز بطموحه وصنع ثورة من المشاعر ليقول للشباب بأن دورنا هو دور رئيسي ويجب استغلاله بعيدا عن الأنا والأوم هناك مسمى دارج في الشارع العراقي يعرف بالمسماغ بمعنى أنه توضيح أو انتباه ولكن بطريقة ساخرة وهذا ما أحب إصاله ليث وغفيقه لمن يقع على عاتقه مسؤولية هذه المهام لقناة بلادي الفضائية محمد الطالقاني النجف الأشرف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر